مين اللي جالك إننا نهني؟ لا أبداً أنا كنت جاي أبص على الرجالة طب تعالى أجول يا حسن خير يا خوش؟ ولا زيت تطمن علي أو ماشي طوال إيه؟ لا أبداً أنا بس كنت مستعجله وجلت أكيد أنت تعبان مش هتقدر تقعد وتتكلم والله يا حسن لو بموت وإنت جيد هجوم أجود معك أنت مش تمام وكويس الحمد لله أنا زي الأسة زي ما أنت شايفه صلا ما تحكت يبقى طوال جود ونفطروا سوا لا هنفطروا إيه؟ والله العظيم أعملها معاه أكتر من اللي فات لو عليه يبقى ناكله إنسان اللي فات الدنيا ما تستهل شي أنا وأنت مناش غير بعضين يا حسن أنا عايزك تصحصح يا مروان الدنيا دي محدش هياخد منها حاج على جولك هي يا ريمو عادل كانوا عندك بيتطمنوا عليك وبس ولا في حاجة تانية أنا بس عايزك تاخد بالك من الناس دي يا صح أنا نسيت بدأ عارف الناس دي أكتر مني أنا اللي حقولك شكله كده الوقت اللي حيتأخر وأنا ما عنديش وقت ألف سلام عليك يا أخوي خلي بالك من نفسك المرة دي ربنا سطر لكن المرة اللي جاية ما حنتش عارف إيه اللي ممكن يحصل وإحنا محتاجينك ربنا بسطرها معانا ولا إيه؟ جول يا رب يا رب زاك يا حسن انت رايح فين ما تقعد تاكل لهم معانا؟ أنا عندي مشوار وحاجة تانية بالإذن تعالي تفضل تفضل ايه؟ روح انت مروان؟ اوعد كون زعلت حسن ولا اتخنيتي معاه؟ أبدا من والله انت عارف إن أخوك حسن وأكتر واحد بيحبك في الدنيا دي أول ما عارف إن انت ضربت بالنار جي جاري عشان يتطمن عليك ما يغراجش يعني إن هو مشي بسرعة سدقين انت ست ملاك قصما بعيدت جلال تلالة وحدة غيرك قات مسكت وداني وجلت لي أخوك يجيه وماجعتش بقاك خمس دجايك ومشي على طول طب اي رأيك بقى إن أنا كنت هقول كده؟ زينب عبرها ما تقولك ده بس يا مروان أنا عاوز أقولك على حاجة بس من غير ما تكشرلي ولا تحمر عينيك إيه هي؟ أنا أنا بصراحة كده مش متطمنة لريمو عادل حاسة إنه الزيارة بتاعتهم دي وراها حاجة كده ما عملك مش مراحك؟ ما عاوز أتطمن عليك وإنت مش عاوز تفهمني إنت تقوله لو هتغامض قدامي يا مروان إنت أكتب مفتوح بالنسبة لك إنت مش سهل برضو أنا كل مرة عاوز أقرارك بلاقيش حاجة وبحمل في نفسي بقى أقول لك خلاص أنا رايحة إن مروان حامل فيها زي ستات الجامدة كده لما بتاخد جوزها وبتجيب آخره زي ما بروح زي ما باجي عشان أنا جلبي طيب وحنين وصافي وليه جلبي يبانع لعنيه طب يلا يلا أناكل بقى وكليني أنا ذائل عباني ماشي حاضر يا ميرو نعم ميرو دا لو حدي سميك وانت بجوله يا ميرو داي طيب جاء فضيحة فضيحة لي يعني مروار عبد الجواب طيب جاسمه ميرو بس يسدق أجبتني جوين يعني ايه ميرو داي؟ بس بحاجة ده اللي هاني جاب لك داي يلا بالهانة والشافة بسم الله الرحمن الرحيان الله أعلم أنا حقوم أمشي راح فيه؟ عامتي نزلت للصوت اشتغلي شوية حاجات وقالتني أنه أنا حصلها طيب أنت مش عايز أي حاجة؟ لا يا حبيبي سلامتك سد جاي أنت أحسن إنسانة جابلتها في حيات تايلي أحلى حاجة بقى إننا الجو النهاردة جميل جدا إنت شايفة الحلقة دي؟ الحلوة قد دي؟ لا يا شيخة لازم تبصي عليها مش ممكن الكلام إنت لي ما جبتش معك المبضرة هااا هاا 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 نتكلم بقى في المفيد آه طبعا قول بقولك يا شهد أنا عايزة أتجوزك اوعيت وليلي لكن اتفاجأتي آه أنا أصلي أصلك إي يا شهد شهد أنت تخبيه علي حاجة؟ في حاجة حصلت أنا معرفهاش أنا عايزك يا شهد عايزك من غير أي مشاكل عزة أنا أنا أتجوزت مش زي ما أنت فاهم أنا أتجوزت على الورقة بس والرجل اللي اتجوزته مات الراجل اللي اتجوزته تقتل يا عزة تحب أوصلك في حتة؟ عزة أنا ما خلصتش كلامي لا الكلام ما بيننا خلص خلاص لا ما خلص وعلى فكرة مش عايزك تثبت على طلبك اللي طلبته دلوقتي مش مهم المهم ما عندي إنك تسمعني وبس أسمعك أهوة سادة يا ابني أهوة سادة شربها على روح المرحوم ويا طرى بقى أعرفوا مين اللي قتله؟ ولا لسه محدش عارف مين اللي عملها؟ أنا مش هلومك على أي تصرف بتعمله دلوقتي عشان أنت عندك حق يا عزة تلوميني؟ تلوميني عليها مداني عزة هو أنا لو قلتلك إن أنا محتاجي لك وإن أنت السبيل الوحيد إن أنا أتغير هتسيبني؟ لا مش هسيبك بس إزاي؟ بس كل اللي عايزة منك إنك تسمعني يا عزة أنا الدنيا لما قفرت في وشي ما خطرش في بالي أي حد غيرك أتكلم معاه أنا عارفة إن أنا غلطة بس أنا كمان إنسان والإنسان ضعيف يا عزة وأنا تعرضت لضغط كبير قوي من عالتي ومشاكل كتير وكنت كل يوم بتجي في بالي كان نفس أحكيي لك بس برضو كنت خايفة لو حكيت لك تبعد عنه وأنا بصراحة مش عايزك تبعد خد بالك يا عشان إحنا مترك بين كنت عالب جيت على الأرض يا مروان مروان عبد الحكيم نسر عالي في السماء ما حدش يقدر يصطاده بسمع يا حسن أرض البلد دي ما تشيلش غير واحد بس يوم جا مش حتشيل جر حسن الأرض دي بتاكل واجف عليها والناس هنا ما بترحمش حفظتها وعرفت ديئتها مروان حسن بقولها لك الآخر مرة أنا لا يمكن أستغنى عنك أبدا ولا أنا يا مروان أنا حتى بقى جالي كم يوم بفكر لما جابي لأبوك بعد عمر طويل هجل له إيه يعني لو حصل لك حاجة خد بالك بالعمال الناس دي ما تعرفش غير حشتين اتنين فلوسها والسلاح لو ديتهم ضهرك خلاص امشي امشي كان عايز ايدا ولا حاجة يعني ايه ولا حاجة؟ كان جاي سالم على ساعدتك مثلا؟ لا كنت بعدها ورا حسن يرى ابوهولي ماشي تقولي كده مش ولا حاجة بحاضر كلامتها صام اه بس ما بيردش غالط تمام انا هعدى عليه هتعدى عليه؟ هو انت هتنزل القاهرة؟ اه هنزل القاهرة ليه؟ هو اللي ليه؟ هو احنا مش اتفقنا بها الفيلا بتاعتنا اللي هناك؟ فيه مشتري يكلمني وعايز يخلص فيها اوكي طب كنت تقولي بس يعني اعمل حساب يجي معيك؟ لا ما انا هنزل لوحدي ليه؟ ماينفعش اسيبك لوحدتك ريم لاو سامحتي مش كلاما نتكلم في موضوع تحسين انا عاجز وادع الكرسي المتحرك مالش انا اسف خلاص اتفقنا ا حسنا رابعة شكرا